بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون زراعة شجرة التين والحدائق المنزلية والحدائق الصغيرة وحتى الحدائق الكبيرة أهلا وسهلا بحضراتكم والنهاردة بإذن لتعالى بنتكلم عن شجرة التين الشجرة الصابرة الشجرة المحتسبة الشجرة الصائمة الشجرة التي يكفيها فخرا أن الله سبحانه وتعالى أقسم بها في القرآن الكريم فقال والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين بالنسبة لشجرة الزيتون الشجرة الصابرة لأنها الصائمة لأنها هي شجرة يعني بتجود في معظم الأماكن في الأراضي الصخرية بتجود في الأراضي الجيرية بتجود في الأراضي القليلة الخصبة بتجود بالنسبة لحتى الأراضي الصخرية بتجود فيها زراعة شجرة التين الشجرة الصائمة لأن معظم أو في أماكن كتير التين بيزرع على مياه الأمطار فقط وبيعيش زي التين الموجود في مرسى مطروح على الساحل الشمالي في جمهورية مصر العربية شجرة التين بتؤتي أكلها بسرعة جدا التين اللي قدام حضراتكم دهوا يعني إحنا جبناه في شهر اتنين وانتظر معانا لحد ما زرعناه في شهر ستة النهاردة ما شاء الله بناكل منه أهواتين رغم إن ده هو مش الموسم الرئيسي الموسم الرئيسي بتاعه إن شاء الله بيكون في شهر مايو اللي هو شهر خمسة وشهر ستة اللي جاي بإذن الله تعالى بعد ما بنعطر شوية وبنعمل عملية التقليم وبعد كده بنحط إن كان شوية سماد عدوي أو خدمة الأساسة اللي تكلمنا عليها قبل كده بالنسبة سماد عدوي مع سوبر مع كابريت مع بوتاسيام ولو حتى يعني 100 جرام من كل حاجة من دهية معه لو بس مجرد يعني 10 كيلو من سماد الكمبوست أو أي سماد عدوي بيكفو جدا شجرة التين شجرة التين ما بتحبش التغذية كتير ولكن إذا استمرنا أو غزينا كويس فأكيد طبعا هيكون المردود بتاعه كويس جدا بالنسبة لانتشار الجزور عن طريق التسميت بالفوسفور أو بالنسبة للنمو الخضري على التسميت بالمادة العدوية والنيتروجين وعلى حجم الثمار الكويس والجودة بتاعته لو ابتدينا نسمت بالبوتاسيوم والكالسيوم شجرة التين مش محبة أو للميا ولكن إذا كان الرأي منتظم فالدنيا كويسة جدا دي تالت معلومة نتعلمها شجرة التين بالنسبة للمناخ بتتحمل أو بتجود في موادى واسع جدا من المناخ السيء سواء كان المنخفض أو المرتفع فبتجود أشجار التين في درجات الحرارة حتى إلى أقل من سبعة ماشي الأمور ولكن يعني ما تنزلش عن سبعة كتير لحد خمسة ما تنزلش البرودة عن خمسة لأن لو نزلت عن خمسة هيحصل فيها احتراق وخصوصا في الأغصان الغضة زي ما بيحصل السقيع بالنسبة للمنغا وخلافه فبيأثر على التين أكيد تأثير سيء جدا تمام ولكن إذا أمورها فضلت يعني فوق الخمسة فممكن شجرة التين تكون كويسة وطبعا ده شجرة الخمسة شجرة أسف الدرجة خمسة مئة وديا طبعا مش يعني طالما نزلت عن خمسة يبقى التين عيد حرق لا العملية زي ما قلنا حتى في الخضار بترجع إلى استمرارية عملية السقيع نفسه تمام لو استمر السقيع فترات كبيرة لا مش هتحمل شجرة التين وهيتأثر وخصوصا الأغصان الغضة ولكن لو القصة كانت في ساعة أو ساعتين الأمور ممكن تكون كويسة برضو شجرة التين ما بتتحملش درجة الحرارة العالية اللي فوق الاربعين أو الخمسة واربعين تحديدا ما بتتحملهاش بتجود أو بتحب إلى حد ما الرطوبة ولكن برضو الرطوبة مش العالية بتكره الجو الجاف مع الحرارة العالية ولكن الجو مع الرطوبة الكويسة ولذلك حتى بنلقاها كويسة جدا في مصر على فكرة من الشمال للجنوب ما شاء الله شجرة التين ممتازة جدا بالنسبة لأصناف التين أنا عندي تعليق وتعليق يعني بتاع واحد يعني أنا مش تخصصي أو الفكهة تمام ولكن أنا بلاحظ أن شجرة التين من سهولة التكاثر بتاعتها كل واحد وكل واحد بياخد عقلتين وهي بسمي صنف باسم عيلته مثلا يعني ممكن أخد عقلتين تين أكسرهم من أي صنف في السعودية أو أجيبه من عمان أو أجيبه من الكويت وروح أقدي مصر أقول الشابراوي الشابراوي واحدة والشابراوي اتنين يعني بسم الله ما شاء الله الجماعة العرب دلو الله يمنهم حل بالقصة دي تمام وده بيرجع لسهولة تكاثر التين بالنسبة للعقل طبعا التكاثر بتاعتين بيكون أسهل حاجة فيه أنه هو التكاثر يحصل بالعقل ولكن فيه تكاثر تاني بالنسبة للتين ممكن الأغصان القريبة نردم عليها وناخد منها عادي نحط شوية تراب بيطلع الجزور عرضية أساسا من المكان اللي أنا حطيتها للتراب وبنقص من بعد ومنطلع شكل جهزة أو ممكن كمان بتعمله ترقيد هوائي وممكن يحصل له عملية تطعيم والتطعيم ده هو طبعا بيحصل على الأصول اللي هي في الأراضي اللي في نماتودة ممكن يجيبه أصول مقاومة للنماتودة أو أصول مقاومة للمعوقات الأرضية سواء كانت نماتودة أو أملح زيدة أو جزر كويس مثلا فيبدأوا يجيبوا الاتين ويعملوا له عملية تطعيم تمام فعشان كده فيه سهولة فيه عملية التكاثر بتاع شجرة الاتين طبعا مواعيد الزراعة زي ما قلنا أنه المفروض الأفضل أنه يتزرع في شهر اتنين مجرد طبعا ما بداية النهار ما بيبقى فيه طول نهار وبيبدأ الليل في القصر والإضاءة بتطول فبيبدأ عندنا أنه نزرع في اللي هو شهر فبراير بنبدأ نزرع التين وده معاد كويس جدا لزرعة التين مش التين لوحده معظمة سقطة الأوراق بيفضل إن هي تتزرع في الوقت ده هو سواء كان الخوخ أو التين أو خلافه يعني بالنسبة لي الأمراض اللي بيتيجي للتين هم كذا مرات كده منهم الفطري ومنهم الأمراض الحشرية بالنسبة لي الأمراض الفطرية هو صدق الأوراق التين واللي هو ممكن يترش طبعا بيجي نتيجة الرطوبة العالية والزيادة والإصراف في ميت الري واللي ممكن إحنا حضرتك نبدأ نجيب له حاجة من مبيدات الأصداء زي البريموس أو السومئيت أو التوبسين كل دي حاجات بتمنع الصدق حتى قبل ما ييجي يعني تمام فنقد بلنا من قصة دي كويس بعد كده في الحفار بتاع الساق بتاعت التين واللي هو ممكن يتكافح بأي ممادة حشرية كويسة زي السيديل مثلا وطبعا ده بالنسبة لي الحفار بتاع الساق الزيتون ده طبعا التين عصدي بيبقى في الأفرع الرئيسية أو في جزع الشجرة وده طبعا لو جيوا ما خدتش بالك منها بيدمرها تدمير كامل بيصاب التين بالعناكب والحلم الدودي وده اللي يريد طبعا معروف في المكافحة بتاعتهم ازاي بالنسبة لي المكافحة العنكبوت الأحمر عن طريق الفرتمك أو مادة الأبمكتين وممكن نجيب الحلم الدودي لو شديد أو نخلط مادة حشرية مع الفرتمك لو شديد طبعا الحلم الدودي فمنضطر ان احنا نستخدم مبيد قوي جدا زي الإبرون مثلا بالنسبة لي مكافحة الحلم الدودي طبعا بالنسبة للحضاق المنزلية افضل حاجة بالنسبة لمكافحة العشرية انك تغسل اساسا وافضل حاجة انك تغسل او ترش الى اوراق بالمية من وقت ليه التاني وبالطريقة دهية على فكرة مش هتحسسك بالنفيه او انك انت مش هتستخدم اطلاقا اي مادة كيميائية طالما بتغسل الاوراق بتاعتك بالمية حتى بالنسبة لي حشرة التاني الشمعية او الجرب مثلا حتى الحشرة دي ممكن تتغسل بالمية وبدون ما نستخدم اي مبيد اطلاقا يعني كشجرة او اتنين لو غسلناهم بالمية من وقت للتاني هتبقى الامور كويسة جدا الا طبعا الامراض الفطرية غسل المية مش هيقدر يعمل فيها حال وبكده باذن الله تعالى بنبقى وصلنا لهاية يعني كلامنا عن شجرة التين واللي هي بنكلها طول السنة سواء كانت مربة او بنكلها فرش او كانت كان التين المجفف مثلا شكرا لحضراتكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته